موسيقى الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد قمة مصرية روسية ناجحة مع نظري بلاديمير بوتن بمنتجة السوتي موسيقى القوة المسلحة تعلن افتتاح أربع مدارس بشمال ووسط سيناء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني موسيقى لونبورغ الأمريكية تبرز فرص مصر في التحول لمركز اقليمي لإعادة تصدير الغاز لأوروبا وجذب المستثمرين موسيقى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة مجز الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم عد الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاهرة مساء أمس قادما من سوتي بعد زيارة إلى روسيا استغرقت ثلاثة أيام وقع خلالها مع نظره الروسي فلاديمار بوتن اتفاقية للشراكة الشاملة بين البلدين وكان الرئيس السيسي قد عقد خلال زيارته لقاء قمة مع نظره الروسي تناول مجالات التعاون المشترك بين القاهرة وماسكو في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والسياحية كما بحث الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفدف دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما عقد السيد الرئيس اجتماعا مع رئيس الاتحاد الأوراسي الاقتصادي بشأن إمكانية انضمام مصر للاتحاد كما ألقى الرئيس كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي الذي يعد الغرفة الأعلى بالبرلمان من جانب آخر أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا اليوم بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضا تصل قيمته إلى 18 مليارا وستمائة وستة وعشرين مليون ين يابانية للحكومة المصرية وذلك تنفيذا للشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم ضمن برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقعة في القاهرة العام الماضي افتتح قائده قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب أربع مدارس للتعليم الأساسي لخدمة عدد من التجمعات البداوية والقرى النائية بالنطاق مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء شاملت الافتتاحات مدرسة الشهيد عميد أركان حرب أحمد محمد عبد الله الكفراوي بقرية أهل جريرة ومدرسة الشهيد الرقيب أول أحمد الرضا عبد الحكيم ناصف بقرية الرغضة والتي أقامتها القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنية كما شاملت الافتتاحات مدرستين للتعليم الأساسي بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء هما مدرسة الشهيد النقيب والد عاطف عبد العال صديق بقرية أبو صوام والتي أقامتها قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع أحد المستثمرين ومدرسة الشهيد المقدم محمود طلعت محمود بقرية وادي الحاج والتي تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة القاهرة قالت وكالة لونبرغ الأمريكية إن مصر تعمل على نموذج جديد لعقود إنتاج البترول والغاز الطبيعي المستقبلية في المناطق التي لم يتم تطويرها لتحفيظ التنقيب والمساعدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وأوضحت الوكالة أن مصر تسعى لتحويل نفسها إلى مركز لإعادة تصدير الغاز على أعتاب أوروبا المتعطشة للطاقة ويعد إصلاح العقود المخطط له جزءا من استراتيجية أوسعة لتحرير صناعة النفطة وذكرت الوكالة أن اكتشاف شركة إني الإيطالية لحقل ظهر عام 2015 قد أحيى تمام المستثمرين بصناعة البترول والغاز في مصر وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل ومكافحة تحديات الهجرة في مصر وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو وقالت وزيرة الاستثمار صحر ناصر بأن الاتفاق الأول يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار بقيمة 75 مليون يورو والثاني يتضمن سبعة مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو لمعالجة أسباب الظاهرة غير الشرعية للهجرة من جانبه أكد المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعد الشركة التنموية الأولى لمصر بقيمة تصل إلى 11 مليار يورو كان هذا مجازة الثانية عشرة ظهرا من تلفزيون النهار أشكر لكم طيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة